السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب تأخر الدورة للمرأة المرضعة يمكن أن تتأخر الدورة الشهرية لعدة أشهر بعد الولادة أثناء الرضاعة الطبيعية ويعود سبب ذلك إلى هرمون البرولكتين إذ أنه الهرمون المسؤول عن إنتاج حليب الأم لكنه في الوقت نفسه يمنع جسم المرضعة من إنتاج الهرمونات التي تتحكم في الدورة الشهرية أيضا مما يمنع عملية الإبادة ويسبب تأخر الدورة الشهرية إن متوسط الوقت الذي تستغرقه الأمهات اللواتي يقدمنا رضاعة طبيعية كاملة لأطفالهم ليصبحنا في حالة خصوبة وعودة الدورة الشهرية يبلغ حوالي 6 أشهر أي أن متوسط المدة التي بعدها تعود الدورة الشهرية لطبيعتها حوالي 6 أشهر كما يعتمد موعد عودة الدورة الشهرية أيضا على مستوى هرمون البروجسترون في جسم المرضع إذ أن المستويات المرتفعة من البروجسترون أحد أسباب تأخر الدورة الشهرية للمرضعة مقارنة مع النساء التي لديهم مستويات أقل وإذا كانت الأم تعتمد على الرضاعة الطبيعية على مدار الساعة فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام كامل قبل عودة الدورة الشهرية مرة أخرى ويوجد العديد من العوامل التي تحدد مدى تأخر الدورة الشهرية للمرضعة والتي تشمل الآتي عدد مرات اللجوء إلى الرضاعة الصناعية فكلما زالت تقل لمدة تأخر الدورة الشهرية والطريقة التي يستجيب بها جسم المرضع للتغيرات الهرمونية ومدة وعدد مرات الرضاعة الطبيعية خلال اليوم عندما تبدأ الأم في تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في الرضاعة الطبيعية يجب أن تبدأ الدورة الشهرية في العودة إلى نمطها المعتاد وقد تلاحظ بعض البقع أو النزيف الخفيف في البداية في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمنا بلايك وكومنتو وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا من هنا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ